مرحباً جميعاً. شكراً لكم جميعاً لكي تتعلمنا في هذه المساعدة الأساسية على حماية الانسان إذن الآن ننتقل إلى هذه الجلسة والتي تتعلق بحدام حكم الإنسان في العصر الرقمي تعزيز نهج أصحاب المصرح متعددين حماية كرامة الإنسان وحرياته للجميع. أنا هنا لدينا عدد من المتحدثين المرمقين. وسنبدأ ببعض التعقبات حول اعتبارنا لهذا الموضوع بأنه مهم وجدير بمناقشته في منتدى حكمة الانترنت. برأينا أن إطار حقوق الإنسان ليس فقط واجباً وإنما هو أيضاً آدات ينبغي أن ندخلها في كل نقاش متعلق بحكمة الإنترنت وكل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيات. نعتبره بأنه وثيقة مهمة جداً تم الاتفاق عليها عبر الأقارات. وهو يتضمن عدة موارد ومواد يمكن أن تقود حواراتنا في العديد من المجالات ومنها ما دار من حديث في منتدى حكمة الانترنت في كيوتو هذا الأسبوع. برأينا أن هذه الحوارات تتضمن عدة مجالات تعيدنا إلى الأخلاقيات والمبادئ المختلفة. ولكن برأينا أن إطار حقوق الإنسان هو مهم جداً ويعطينا إطاراً للعمل فيما بين أصحاب المصلحة المتعددين. وأود أن أشدد على أن هذا الحوار هو حوار دولي وهو أيضاً نراه في واقعنا نرى بأن هناك مناقشات حول هذه المسألة تسودها بعض الأقاليم وبعض القطاعات وليس لدينا ما يكفي من مشاركة من الذين يتأثرون بالتكنولوجيات الرقمية. وأن هذا الإطار يضمن مشاركة الذين يتأثرون سلباً بالتكنولوجيات الرقمية. وأردت أيضاً أن أضيف إلى أن هذه الجلسة تهدف إلى معرفة ما هي التوقعات بالنسبة للحوكمة. وأيضاً بالنسبة لما يتعلق بالاتفاق الرقمي العالمي الذي يعمل عليه الأمين العام. ومعالجة الموضوع من وجهة نظر حقوق الإنسان. لكي نعرف كيف يمكن أن نتوصل إلى دراسات تستند على بيانات ملموسة والحاجة لكي يكون لدينا مرصد لمراقبة هذه المسائل. وعندما نعود إلى موضوع هذه الجلسة نشدد على أهمية نهج أصحاب المصلحة المتعددين. إن هذا النهج يتعلق ليس فقط بالمشاركة وإنما بالشمولية والمشاركة الفعالة لكافة الجهاد. ومن المهم أن يكون لدينا موارد للتوصل إلى تفعيل هذا الإطار. مثلاً هناك حاجة للباحثين لأن يملكوا الإمكانيات التكنولوجية إضافة إلى الموارد التي تسمح لهم بفهم ما نحتاج إليه بغية تدمينه في هذا الإطار. هذه مقدمة للنقاش الذي سيدور نحن وفي رئي الحظ لأنه لدينا عدد من المشاركين المثلين للاهتمام والمختصين وبعد ذلك سنسمح للجمهور بترحي الأسلام. بهذا أود أن أتوجه إلى المتحدث الأول وهو سيشارك عبر الإنترنت. وهو الدكتور كاميران هوشنك أشرف مسؤول حقوق الإنسان في مؤسسات ويكي ميديا وقسم سياسة العامة بجامعة أوروبا الوسطى. ونحن بفري الحظ لأنه معنا ونتوجه إليه وسيشارك معنا عبر الإنترنت. هل تسمعونني جيداً؟ نعم. شكراً جزيلاً. أود أن أنتهز هذه الفرصة كي أشكر المنظمين وكذلك ميسري هذه الحلقة إضافة إلى كل المشاركين فيها. اسمي كاميران أشفر كما سمعتم أنا مسؤول في حقوق الإنسان مؤسسات ويكي ميديا وقسم سياسة العامة بجامعة أوروبا الوسطى ونحن نوفر البنية التحتية التكنولوجية ونقدم الدعم لكل المتطوعين في العالم. إضافة إلى ذلك فأنا مساعد في المحاضر في جامعة في فيينا. أعتقد بأن أساس نقاشنا هو حرية الجميع برأي أن هناك اتفاق على أهمية كرامة الإنسان وأمر الذي دعانا إلى حضور منتدى حوكمة الإنترنت. إنه من المواضيع التي كل نقاشها التي كانت تمكن من فهمة الكرامة على الإنترنت فيجب أن نفهم الكرامة في الحياة العادية كيف نحترم كل كافة الأشخاص توفوت ذلك من مكان إلى آخر ونرى بأن هذا المفهوم النهج لفهمه قد تفوت في الماضي. الأمر يتعلق بموقع البشر في المجتمع وموقعه من التكنولوجيا. نحن نطرح هذه الأسئلة عندما نتفكر بما قد يكون لذكاء الاصطناعي كتأثير على كرامتها. ومثل، ماذا عن المراقبة؟ ماذا عن الشركات التي تتعقب بياناتنا دون موافقة منا؟ أو يمكن أن تؤثر على شعورنا؟ ماذا عن المحرومين من الوصول إلى الإنترنت؟ كيف يتم معاملة المسنين؟ ما الذي يحصل نتيجة للتضليل الأعلام؟ برأيي أن كل هذه الأسئلة يمكن أن نقضي اليوم بكامله ونحن نتحاور بشأنها. ولكن محورها الأساسي هو كرامة الإنسان. برأيي أن كرامة الإنسان مفهوم نستشعره. ولا أعتقد أنه أمر يمكن النظر إلى تعريفه عبر الويكيبيديا. برأيي أن ويكيبيديا تقوم على أساس الكرامة. كرامة التي تعتبر بأن كل فرد يمكن أن يسهم وأن ما يساهم به ليس له سعر. وأنها نهج لإدارة المعرفة. إذن بدون أي تدخل. وويكيبيديا ليست بموسوعة ليست صفحة يعرب فيها عن الأراء وقد يكون هناك مناقشات ومداولات من أجل توليد المعلومات. وذلك عن طريق الاكتباسات. وبشكل يسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المضمون. ويتناقشون مع العديد حتى يقدموا معلومات هي دقيقة بقدر المستطع. إن الاستعانة بويكيبيديا في اللغات المختلفة يعطينا فكرة عن مدى الاهتمام بكرامة هؤلاء الأشخاص الذين يريدون الإسهم بمعرفتهم. نحن لدينا مدونة سلوك وهي مرتبطة بمعايير حقوق الإنسان. نحن نؤمن بكرامة الإنسان وبقدرته على الإسهام في المعرفة البشرية بشكل حر وبشكل مجاني. يسعدني أن أتحاور معكم اليوم وسأرد على أسئلتكم في وقت لاحق. شكراً. أعتقد بأنك بدأت بالإشارة إلى مسائل مهمة جداً. مفاهيم كرامة الإنسان وغيرها من المسائل التي نحن على يقين بأنها يجب التطرق إليها عندما نتحدث عن المجموعات الضعيفة وغيرها من المسائل التي تتركنا إليها في منتدى حوكمة الإنترنت. إضافة إلى هيئات أخرى دولية في العالم. المهم هو كيف نتطرق لهذه المسائل بشكل فعال. وبهذا أود أن أعطي الكلمة للدكتورة أيلين دونهاو المبعوثة الخاصة ومناصقة الحرية الرقمية وزارة الخارجية الأمريكية وهي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة ورد مجلس حقوق الإنسان التابع الأولى المتحدة في جناف ومديرة الشؤون العالمية في Human Rights Watch نعطيها الكلمة شكراً يساعدني جداً أن أعود إلى صرح منتدى حوكمة الإنترنت أشعر بأن هناك طاقة مختلفة هذه السنة على غيراري العديد منكم أنا أعتقد بأنني من أصحاب المصلحة المتعددة أنا عملت في عدة مجالات عملت في المجال التكنولوجي لفترة طويلة إضافة إلى ذلك فأنا عملت في مجال حقوق الإنسان أنا في ستانفورد لمدة ثمانية سنوات حيث أنني أقوم بإدارة مركز لتطوير كل ما له علاقة بحقوق الإنسان في إطار التكنولوجيا وأنا الآن أعمل لدى الحكومة الأمريكية بصفة المبعوث الخاصة ومناصقات الحرية الرقمية إن مهمتي الأولى هي أن أدعو إلى احترام حقوق الإنسان في كافة السياسات السيبرانية وكذلك الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً في كافة الحوارات التي توقض على السعيد الدولي ومن خلال التجربة لدي ثلاثة أولويات الأولوية الأولى هي حكمة الحكمة الدولية لذكاء الاصطناعي كما قالت بيجي فنحن نريد أن نعزز مفهومة حقوق الإنسان كأساس لذكاء الاصطناعي هذا يتلاثم مع حكمة الذكاء الاصطناعي لأنه إذا ما فكرنا بمخاطر الذكاء الاصطناعي بما فيها الخصوصية الحماية المتساوية والحماية من المراقبة وحرية التنقل والوصول إلى المعلومات كلها من اعتبارات حقوق الإنسان هناك جهة أخرى متعلقة بالشمولية فيما يتعلق بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي وهناك مسألة أخرى أود التطرق إليها الذكاء الاصطناعي أدى إلى إثارة أسئلة وجودية فيما يتعلق بمستقبل المجتمع وأيضا مستقبل الحوكمة أعتقد بأن لهذا فأن الإطار هذا الإطار الذي نتحدث عنه وهو لدعم حقوق الإنسان في العصر الرقمي كله يمكن أن يصب في خانة التوصل إلى قانون دولي نتفاهم حوله في كافة البلدان على الصعيد الدولي وهو أيضا يصب في خانة الحكمة الدولية أنا سعيدة لوجودي معكم هنا كما تذكرون في عام 2012 كان لدينا القرار الأول لأمم المتحدة بشأن حرية فيما يتعلق بالإنترنت وكنا نرى بأن كل الذكاء الاصطناعية اختلفوا عن ذلك أما الآن فنرى بأن كل هذه المسائلات متداخلة يجب الاتباع النهجة نفسه فيما يتعلق بالحكمة الدولية لذكاء الاصطناعي لأن هنا سنضع الأطرة والمبادئ التوجيهية في بعض الأحيان في بعض الأحيان نحن نرى أوجه التشابه في أحيان أخرى نرى بأنه يجب أن نضيف عناصر جديدة على أساس فهمنا للتكنولوجيا وعليه فبرأيي أنه على مجتمعنا أن نطالب بهذا الإطار حتى يكون الأساس الذي ترتكز عليه أطر إدارة المخاطر هذه كانت الأولوية الأولى ما الأولوية الثانية فهي الشمولية الرقمية هذا يبدأ بتوصلية متوفرة للجميع وأنا على يقين بأنكم الآن قد سمعتم ذلك عدة مرات مليارين وستة مليارين شخص هم غير موصلين بالإنترنت حتى الآن وهذه الأولوية التوصلية الفعالة متعددة الأبعاد هذا يتطلب حماية أدد البيانات والشمولية فيما يتعلق بالبيانات أيضاً فيما يتعلق بالمعروفات وأيضاً الشمولية فيما يتعلق بالجماعة التي ستتخذ قرارات بشأن التطبيقات أذكاء الاصطناعي لكل هذه الأسباب برأيي أن هذا المفهوم المتعدد للأبعاد للشمولية يجب أن لا ينحصر بالتوصلية بالإنترنت بل أنه يجتمل على كافة المفاهيم التي تحدثوا عنها هناك أمر آخر بين مليارين وستة ملايين شخص غير موصلين بالإنترنت فإن الفتيات والنسوة هن الأقلية أو هن يشكلنا الغالبية العظمى لهؤلاء المحرومين من الإنترنت مما لا شك فيه بأننا جميعاً نريد أشياء نفسه علينا أن نحاول التشديد على حقوق الفتيات والمرأة في المضامين وكذلك في برامج محو الأمية الرقمية علينا أن نشدد على هذه الناحية الجنسية أخيراً نتحدث عن النزاهة نحن علينا أن نقلل من أهمية حرية التعبير عندما نرى بأن هناك تلاشي في نزاهة المعلومات لا نعرف بعد حتى الآن كيف نحافظ على نزاهة المعلومات وصحتها ولكن يجب أن تحظى بالأولوية أن المجتمعات في العالم المجتمع المدني وغيرها كلها عليها أن تشاركوا حتى نرى طريقة لحفاظ على نزاهة هذه المسألة نحن لدينا الإعلان الكندي الهولندي فيما يتعلق في إطار جميع المتحدة للأمم المتحدة هناك مبادرة قد انطلقت ونحن جميعا نجب أن ندعمها نرى بأن هناك كلنا نتحدث عن الحوكم التي تقوم على النهج المتعدد نهج تعدد أصحاب المصلحة ولكن يجب أن لا يبقى مفهوما نظريا بل يجب أن نضعه موضع التنفيذ نقطة أخيرة هذه الجلسة تدور حول شيئين حقوق الإنسان وكرمت الإنسان في إطار حقوق الإنسان وثانيا العمليات التي ستسمح لنا بتحقيق ذلك الأمرين لا ينفصلان بل علينا أن نعرف كيف ننظر إلى وضعهما معا حتى نتمكن من حماية الإنسان شكرا نرى بأن هناك العديد من المسائل التي هي مهمة جدا أنا أود أن أسمع منك عن تعدد الأطر أطار حقوق الإنسان يمكن أن يكون أساسا لهذه الأطر الأخرى نحن بحاجة إلى إطار مشترك حتى لا يكون هناك تشتت عند تحدثت عن حقوق الجنسانية هناك العديد من المسائل التي ستترك لها في وقت لاحق وأنا سعيدة لأنك تحدثت عن هذا الموضوع أيضا الشمولية الرقمية من الأمور المهمة التي سنعود لها عادة عفا في وقت لاحق الآن أود أن نتوجه إلى البروفيسور بيتر كيرتش لايجر مدير معهد الأخلاق الاجتماعية في جامعة توسر نتفضل نعطيك الكلمة شكرا جزيلا باكي أود أن أشكر المنظمين على دعوتي إلى هذه الجلسة حتى أنا بصفتي أعمل مدير في معهد الأخلاق الاجتماعية فأود أن أتحدث عن المبادئ الأخلاقية أعتقد بأنه من ضروري أن نبدأ بمعايير دنيا لا هي حقوق الإنسان حتى يتمكن الناس من أن يعيش حياتهم بكرامة وأعتقد بأن هذا يجب أن نعمل به في كافة حلقات سلسلة القيمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عندما نفكر في العمليات المختلفة وعندما نفكر بمخرجات الشق العالي المستوى إضافة إلى المجلس الأعلى المتعلق بمنهج متعدد الأطراف وعندما ننظر إلى المشاورات في إطار الاتفاق الرقمي العالمي وكافة القنوات والكلمات التي ألقاها المدير الأمين العام خلال هذا الصيف إضافة إلى القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لحقوق الإنسان نرى بأنه أولاً وقبل كل شيء نحن بحاجة إلى إطار تنظيمي هذا أولاً ثانياً من الواضح بأن هذا الإطار التنظيمي يجب أن يقوم على حقوق الإنسان وثالثاً هناك أيضاً فكرة مهمة على وهي بأننا نحتاج في الأمم المتحدة إلى جهاز هيئة تهتم بإنفاذ هذا الإطار التنظيمي برأيي أن هذا الواقع الذي نواجهه وواجهناه خلال الأسنوات الماضية كلها تجتمع حول فكرة ألا وهي بأنه علينا أن نحتفي بما قد أنجزناه حتى الآن وفيما يتعلق بإجماعنا حول ما نحتاج إليه بالنسبة لأذكاء الاصطناعي وأود أن أقول بأنه من منظار الحقوق الإنسان وكأساساً للإطار التنظيمي نعتقد بأن هذا سيكون جيداً للتكنولوجيات لأنه لا يزيد من أعباء التكنولوجيا من خلال فرض مبادئ أخلاقية معقدة فإن حقوق الإنسان هي الأساس ولكن في الوقت نفسه هو يعزز التنوعية ويمكن أن يؤدي إلى ترارع الإبتكار وذلك عن طريق ضمان مشاركة كافة الأشخاص الذين يمكن أن يكون لهم مشاركة مبتكرة فيما يتعلق بالـ HNCD فإنه من الضروري أن يكون لدينا هيئة تهتم بهذه المشكلة الوجودية للذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن نستخدمها على المستوى العالمي لا سمع أن لديها إمكانيات عظيمة بالنسبة لكرة الأرضية ولكن في الوقت نفسه يجب أن نعي المخاطر التي ترافقها من خلال أبحاثي في جامعة ييل ومن أبحاثي الأخرى فيمكن أن أقترح بأن نحذو حذو الوكالة الطاقة النووية لأنها فيما يتعلق بالطاقة النووية فإن الذكاء الاصطناعي سيكون لديه دور مهم جداً يمكن أن يكون لذلك إمكانيات أن يترتب عن ذلك تبعات إيجابية وتبعات سلبية فإن الأبحاث التي أدت إلى اختراع القنبلة النووية والتي استخدمناها عدة مرات لسوء إلى حظ فإنه علينا أن نفكر كبشرية ما يمكن أن نقوم به على صعيد الأمم المتحدة حتى نتلافى الأسوأ حتى أنا لست سازجاً وأنا أعترف بأن الأمور ليست مثالية وبأن لعملنا تبعات سلبية أيضاً ولكن يجب أن تصب جهودنا في خانة تلافي الأسوأ بكل بساطة فأنا أعتقد بأنه يمكن أن نحزو حزو وكالة الطاقة النووية وذلك عن طريق إنشائي وأيضاً اتباعي مثلي الأيدا عن طريق التعريف ما هي الفرص الإيجابية من ناحية الأخلاقية والتي يقدمها الذكاء الإصناعي ثانياً يجب تحديد المخاطر وثالثاً تبادل المعروف مع التكنولوجية وتبادل أيضاً التكنولوجيات بشكل يسمح لنا بالقيامة بذلك على غرار النهج التي تبعناه حتى الآن في منتظر حكمة الإنترنت يجب جمع كل هذه العناصر إضافة إلى اعتماد نهج التعدد أصحاب المصالح وأيضاً نهج تعدد الأطراف إذن نجمعها كلها حتى نحرص بأنه في نهاية المطاف كل البشر سيستفيدون من الذكاء الإصناعي وأن الكرة الأرضية أيضاً ستستفيد من الذكاء الإصناعي شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً بيتر أعتقد بأنك كنت بشيء ليس بسهل فأنك أعطيتنا وجهة نظر متفائلة نحن لدينا إجماع حول الاحتياجيات المصار موجود ولكن كيفية الوصول إلى تحقيق هذا الهدف هو الأهم أيضاً سمعنا من أيلين عن النزاهة المالية نحن علينا أن نرفع مستوى الحوار نحن أعترفنا بأنه ليس هناك من حدود ليس لدينا ما يمكن أن يسمح لنا بأن نحل المشكلة بمجرد الضغط على زر ولكن علينا أن نفكر بأنه لا يمكن أن نتوقع من مؤسسة واحدة أن تطلع بالمهمة برمتها بل علينا أن نعمل مع مراصد وكذلك مع هيئات متخصصة حتى تعطينا فكرة عما نحتاج إليه حتى نتمكن من تحقيق هدفنا الآن أعطي الكلمة لمالوري كوند الكبيرة مسؤولية التكنولوجيا مركز الديمقراطية والتكنولوجيا وكانت قد عملت ما بين الخبراء ولديها خبرة طويلة في هذا المجال ولذلك فنعطيها الكلمة حتى تعطينا وجهة نظرها شكراً جزيلاً على دعوتي إلى هذه الجلسة أنا أود أن نتحدث عن ما كمنا به في إطار المفاوضية التسامل لحقوق الإنسان فأن الأمر لا ينحصر بعمل فقط المفاوضية وحدها فهناك منتديات عديدة لحكومة الإنترنت والتي تطلع بعمل مهم بما فيه عملاً يتعلق بذكاء الإصطناعي كل ذلك تحدثنا عنه في متدح حكومة الإنترنت فنحن تحدثنا عن كافة هذه المسائل عندما أفكر فيها يأتي إلى ذهني بأنه في نهاية الأمر سنجتمع حول فكرة واحدة أنا أود تعيير التأكيد على مقاله زملائي أن هذه الجلسة ليست عن المبادئ الأخلاقية بل عن حقوق الإنسان وهي آلية تسمح لنا بمناقشة المسائل الاجتماعية التي نواجهها الآن كما تقول زمية الشمارة فأن الحقوق الإنسان هي التي تقود كافة الأعمال التي نطلع بها وهذا يطبق على كافة مستويات الحوكمة قد يكون المشهد معقداً ويتزايد تعقيداً ولذلك فقد يفيدنا أن ننظر إلى الأمور بواقعية ونعرف كل فريق ما الذي يقوم به ما هي مسؤوليات حقوق الإنسان إلى آخره نحن نعرف بأنه دول لديها مسؤولية أيضاً الشركات لديها مسؤولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وأنا أتساءل كيف ننظر إلى أصحاب المصلحة الآخرين أنا خلال تجربتي وخبرتي وبصفتي ممثلة للمجتمع المدني أعتقد بأن له دور مهم جداً هنا ولكن أوصات الأكاديمية أيضاً لديها دور مهم وأنا أعمل مع المجتمع التقني فنحن علينا أن نعرف ما هي علاقة المجتمع التقني بحقوق الإنسان نحن لدينا تقرير للمفوضية السامة لحقوق الإنسان والذي سيصدر قريباً حول هذا الموضوع وعلاقة حقوق الإنسان مع المجتمع التقني أعتقد بأنه يجب إذن إشراك هذا المجتمع في مناقشاتنا حول حقوق الإنسان مما لا شك فيه بأن هناك أيضاً أصحاب مصلحة آخرين من بينهم أعضاء في المجتمع المدني وأنا أرى البعض منهم في الكاعة إذا كان لدينا دول مجبرة باحترام حقوق الإنسان وشركات مسؤولة عن ذلك فلماذا لا يتحدث المجتمع التقني عن حقوق الإنسان وأعتقد بأنه قد يكون من المريح أن يتحدثوا عن التكنولوجيا أكثر منه التحدث عن المشاكل المعقدة من التحدث عن التقنيات من قبل مجتمع تقني أمر أسهل التحدث عن منتجات أمر أسهل وإنما أعتقد عندما ندخل عنصر حقوق الإنسان فإن طبيعة هذا الحوار يتبدل إذن أنا عندما فكرت بهذا الموضوع كان علي أن أفكر بقضيتي حقوق الإنسان بطريقة مختلفة وهكذا فإن الأمر لا يتعلق فقط بإعطاء الشروط بل يجب أن نحللها ونعرضها بدلاً من فرض هذه المبادئ أعتقد بأننا أحرزنا تقدماً فلدينا أن المجتمع التقني أصبح أسهل التحاور معه لأنهم فهموا بأن حقوق الإنسان يجب أن تدخل في هذا التصميم ويجب أن تكون جزءاً لا يتجزى من عملهم إذن علينا أن نتابع العمل نحن بحاجة للقيام بالمزيد أو بالمزيد من الجهود ليس من باب الخشية بل لأنها فعلاً المشاكل التي هي في صلب الموضوع وعندما نعيد هذه المسائل التقنية إلى أساسها وهو أنها تدور كلها حول مصلحة البشر قد يكون ذلك ترافقه تحديات والأسيامة بالنسبة لمن هو متخصص في العلوم قام بذلك أشخاص متخصصين في الفيزياء وغيرها لأن يكون مستحيلاً على مجتمع التقني أعتقد بأنه علي أن أنهي كلمتي ولكن أود أن أقول بأنه بشكل جوهري هناك مسألة رأيت بأنها مشتركة في كافة المنتديات المتعلقة في حوكمة الإنترنت ألا وهي الرقابة ورأيت بأن هناك إمكانية الإنترنت على التكيف والمتابعة نحن المستخدمين النهائيين جاجب دائماً أن يدور كل شيء حول هذا المستخدم وأن كل معيار يلعب دوراً في الطريقة التي نحرص فيها على أن الإنترنت ستسمح بأن أفاد إليها بشكل فعال وأنا أدعوكم للنظر إليها كأنها المشترك بأن كل هذه المسألة متعلق بحقول كل إنسان وأتمنى أن تتواصل هذه المحادثة في إدراج حقوق الإنسان لا فقط في منتدى إدارة الإنترنت ولكن في كل المحافل وأن يتواصل ذلك في بقية حياة هذا المنتدى مهما اختلفت المحافل ومهما المكان الذي يحتضن هذا المنتدى نريد دائماً أن نتحدث عن موضوع حقوق الإنسان وأن نضمن مركزية الإنسان في كل ما نفكر فيه شكراً لقد أتحفتين شكراً لك مالوري ما أحببت في ما قلت هو أنك تقولين إن مسألة حقوق الإنسان مذكورة في كل حديث الناس هم لا يقولون إنه يتعلق بحقوق الإنسان بشكل واضح ولكن في الواقع كل الأمور المتعلقة بتأطير وبالحدود والتقنين كلها تتعلق بحقوق الإنسان ومسألة الرقابة كما قلت طبعاً هي مسألة هامة جداً حتى نعرف ما هي الاحتمالات حتى في حالة قطاع الإنترنت إلى آخره أو قطع الإنترنت إلى آخره نقول الجزء الثاني من محادثتنا معنا السيدة الفيرا مديرة شعبة الاتصالات والمعلومات في اليونسكو للاستمال الرقمي مرحباً بكم وشكراً لكم على دعوتي سعيدة بالتحدث إليكم آسفة على عدم التواجد معكم حضرت جميع المنتدايات السابقة إلا هذا اليونسكو هي في طالعة من تعرف على أهمية الفرص التي يطيحها الفضاء الرقمي والفضاءات الرقمية بالنسبة إلينا عملنا يقوم على العنصر الباشري الذي يعتبر مركز هذا العمل بطبع كرامة الإنسان حقوق الإنسان ولكن في الوقت الراهن الفضاء الرقمي لا يفيد الجميع بنفس الطريقة فهناك بعض الماكن التي نجد فيها ضرراً ونحن نعيش العصر الرقمي نحتاج إلى إعادة ترتيب الفضاء الرقمي هذا خاصة وأننا نبحث عن الثقة وعن الحقائق والمشكلة تكمن في هذين الأمرين خاصة في الخاطة المجتمعات والأفراد يحتاجون إلى إعادة التعلم والقيم والوقائع والمعارف ونحتاج إلى دعم الهيئات التي تولد الأدلة والوقائع والمؤسسات العلمية والجامعات وأن نعكس المصالح العامة وأيضاً صوت وصائد الأعلام المستقلة إذا المستقبل ينبغي أن نشارك فيه جميعاً وينبغي أن نضع آليات وأوتر تقنينية يمكن فيها تطور النظم الأيكولوجية الرقمية على سبيل المثال السنة الماضية عقدنا مؤتمراً بشأن الإنترنت الذي نتق فيها وتحدثنا فيه عن مسألة المسألة والمسؤولية التي لا نجدها كثيراً في النظم الأيكولوجية للعالم الرقمي إذن المعايير والقوانين أو التنظيمات هي مطلوبة إن أردنا أن ندير الإنترنت وهذا التحول أهم بالنسبة إلينا خاصة أننا في طالعة هذا الدائب ولسيما أننا نشهد زيادة مطاردة في أهمية الذكاء الإصطناعي وفي التكنولوجيا هذا يحثنا على زيادة التعاون مع الجهات الأخرى والقطاع الخاص والحكومات هذا ما نسميه بالفعل بأنه متعدد أصحاب الشأن نحن بدأنا بوضع معايير في مجال التحول الرقمي وعندنا توصيات فيما يتعلق بالحدود التوجهية والشفافية في منصات المختلفة والبيانات المفتوحة وبيانات العلمية المفتوحة ومسائل أخرى كما ترون وعملنا الثاني هو تعزيز المؤسسات والنظم التي من شأنها أن تمكن القدرات والرقمنة نحن نضع أوليات في قدرات المجموعات المختلفة في تشكيل قراراتها حتى يكون لها واقع أكبر تعزيز قدرات صناع القرار السياسي والموظفين والسيما العاملين في مجال القضاء لسيما أن لهم دور هام جدا في الفضاء الذي تتطور فيه النظم الأيكولوجية التي نعمل فيها وأيضا مع الشباب الذين سوف يأخذون زمام هذه العملية في العالم في المستقبل ثم بطبع التقسم وتبادل المعارف بين المشاغلين وتفاعل فيما بيننا فيما يتعلق بالمراسة الفضلة وما يتعلق بحقوق الإنسان مثلا وعندما نتحدث عن المهارات بالطبع ينبغي أن يتم تثقيف بشأن المهارات المطلوبة في وسائل الإعلام الاجتماعية في الإنترنت وهذا يزيد مستوى القيمة التي نجدها في النظم الأيكولوجية للإنترنت وهذا بالطبع سوف يساعد أيضا في تقليص الحيزة المتاحة لنظريات المؤامرة وتضليل وخطب الكراهية والتحريض على العنف إلى آخره هذه السنة نشاهد فيها كثيرا من التغيرات في هيكل الحوكمة وهناك على الأقل عشرين عملية أو سيرورة جارية في الوقت الراهن وهناك العهد الرقمي العالمي الذي سيأتي عن قريب وهناك علية أخرى ممكن أن تأتي وبالطبع الدكاء الاصطناعي الذي سيلعبه دورا متزايدا في المستقبل شكرا والذي سيحتاجه مننا بطبع إعادة تفكير عميقة شكرا لك رؤيك محوري بالفعل ما يتعلق بأهمية البيانات والمعلومات نحن بحاجة إلى التصدي لكل هذه الشواغل بأخذ بعين الاعتبار زاوية تحقوق الإنسان لا زال معنا عضوان اثنان من هذه اللجنة سنعطيهم الكلمة سأعطي الكلمة لفريدريك راوسكي وهو رئيس شعب السياسة حقوق الإنسان في الهادي وآسيا وهو أيضا موسيقي الموسيقى الإلكترونية صعب أن تدخل في نقاش في المرتبة السادسة أو السابعة لأن الكثير قيل قبلك مما كنت تنوي أن تقوله لا أدري الآن إن كان ما كنت أعددته لم يقل بعد على كل شكرا للـ IGF على هذه الفرصة الممنوحة لنا أنا شخصيا متحمي جدا بالتماء لهذه اللجنة والتحقت بفريق سياسة حقوق الإنسان في 200 سنة الماضية وعملت أيضا في الماضي في الأمم المتحدة وعملت في مكتب المفاوضة الأعلى حقوق الإنسان الأمم المتحدة هناك وعملت أيضا كرئيس شعبة حقوق الإنسان في منطقة الآزية والهادي أنا حط أن هناك شيء من أشاك فيما يتعلق بطريقة حقوق النهج القائمة على حقوق الإنسان في تأطير الإنترنت لكن علي أن أعترف أن هناك نجاحا في ذلك داخل ميتا لا زال الطريق طويلا ولكن تقدم ملحوظ أحرز عليه منذ اعتماد سياسة حقوق الإنسان في مارس 2021 نحن لا نكتفي فقط بالحديث عن هذا الاتزام بل نبرهن على وجوده في الأرض عندنا من أول بوادر هذا العمل هو فريق حقوق الإنسان الذي تم تشكيله في داخل ميتا وقمنا أيضا باعتماد سياسة حقوق الإنسان وقمنا أيضا باستحادات فريق للمدفعين حقوق الإنسان وصندوق المدفعين حقوق الإنسان وقمنا بنشر تقريرين سنويين لحقوق الإنسان وآخرهما يضم خلاصة لتقييم الشركة لحالة ومخاطر حقوق الإنسان ولازمنا بطبع ننشر عدد من تقارير حقوق الإنسان القطرية ومن بآخر تقاريرنا فيما يتعلق الحالة في ما بين فلسطين وإسرائيل ومسألة الترميز والتشفير عندنا أيضا التزام مع مكتب الأمين العام مع اليونساف مع المفاضية العلية للاجئين مكتب الممثل الخاص لمنع الإبادة الجماعية وأيضا مع مقررين خواص مختلفين وفرق قطرية نحن نتكون من عشرين شخصا تقريبا في وفدنا هذا طبعا قد يقال أننا لن نذكر إلا مزايا وما نحمد عليه ولكن علينا أن نعترف بأن هذا العمل ليس يسيرا هناك كثير من التحديات التي تواجهنا في إدماج حقوق الإنسان وتعميمها في سياسة الشركة أنا أعمل في إقليم أسيا والهادي وهي منطقة متعددة اللغات متعددة الثقافات فضاء قانون مجزأ وغير متجانس ولكن هذه وضعية هذا الإقليم مما يجعل مؤمورياتنا أصعب أن نحاول في نفس الوقت تعامل مع هذه الاختلافات وكذلك أن نهض بحقوق الإنسان إذن نقوم بذلك بالبحث عن توجيهات من الخبراء ونحن بطبعا ندعم ريادة الأمم المتحدة في تيسير هذه العملية العالمية وبالتعاون مع المنتدى لإخراج العهد الرقمي العالمي والآن سوف ألخص لكم مساهمتنا في العمل الإعدادية للعهد الرقمي العالمي نقوم متنن بحث الحكومات على مقاومة السياسات التي قد تؤدي إلى الحد من بعض الحقوق والدعم لاستخدام أليات التشفير أقرأ عليكم بسرعة ما كتبته إلى آخره أما فيما يتعلق بالالتزام في إطار متعدد أصحاب الشأن أنا بمأنني آتي من مجتمع المدني ومنظمة الدولية أرى أن الفجوة لازلت واسعة فيما يتعلق بمستوى التفاهم والمتوفر الآن بين أصحاب الشأن المختلفين نلتحدث كثيرا عن حقوق الإنسان ولكن المصطلح ربما قد يكون واحد ولكن مفاهمه قد تكون مختلفة علينا إذن أن نشرها أكثر معنى إطار حقوق الإنسان ثم هناك فجوة أخرى موجودة وأنا أعيش مع المهندسين ومطوري ومصممي المرمجيات الحوسبية ما نحتاج إليه هو ترجمة هذه المبادئ إلى أعمال هناك خطة عمل للروبوت والتي تحتاج إلى لغة خاصة كيف نحاول تلك اللغة إلى برمجيات حوسبية وهذا كله يطوي على مخاطر هناك مخاطر في قطاع الأعمال في قطاع السياسات مخاطر في مجال حقوق الإنسان نتحدث كثيرا عن أمور متشابهة ولكن نعطيها ثقلا مختلفا حسب الدور الذي تؤديه في إجراءات اتخاذ القرارات وحسب الحكومات التي تنبري لها إذن أعتقد أن الواجب الآن هو أن نطور رؤية موحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحتى يتم توعية العاملين في مجال التقني وفي قطاع الأعمال عموما بتجليات الحقيقية لإطار حقوق الإنسان شكرا نعم شكرا لك يا فريدريك وأفهم من خلال حديثك أن متا تقدم الكثير من المجهودات من أجل إحراج على التحسن وهذا يعيدنا لمقالته مالوري أي نجعل العنصر البشري دائما في المركز ومع حسن الحاد عندنا متحدث أخير صبر معنا حتى وصل دوره معنا السيد بينغا سيسان وهو المدير التنفيذي لمبادرة باردايم انيشيتيف وهو عضو في لجنة القيادية للمنتدى شكرا عندما نتحدث عن حقوق الإنسان وعن إجراءات متعدد أصحاب الشأن أعتقد أن الوقت قد حان حان الأوان للقول بكل صراحة بأننا لا يمكننا أن نجري محادثات متعددة الأطراف إن لم يستطع هؤلاء الأطراف الحضور على طاولة الحديث وإلى فذلك سيكونوا نفاقا إذن أرضنا أن ندمج حقوق الإنسانية نبغي أن يكون أصحاب الشأن معنين بحقوق الإنسان حاضرين معنا في منتدى 2023 وفي منتدايات السابقة كانت هناك مشاكل وعرقيل وعلينا أن نتصدى لهذه العقيل لا فكرة لكم ب مدى الإحساس بالأسى عندما تطلب تأشيرة وترفض لك التأشيرة ويكون عليك أن تبرهن على خبرتك ووجوب حضورك في مكان ما أعتقد أنه عندما نحتضن منتدى ونسميه منتدى عالمي فعليه أن يعني ما معنى العالمية يعني أنه ينبغي أن يسهل وصول جميع أصحاب الشأن لا أريد أن نفتحه هنا فصل الحديث عن الهجرة وعلينا أن لا نغضي الطرف على هذه المشكلة لا يمكن أن ندعي أن هذه المشاكل غير موجودة ونحن نتحدث عن حقوق الإنسان ثانياً عندما نتحدث عن إجراءات نتحدث عن إجراءات إعداد العهد الرقمي العالمي والأمور الأخرى التي تحدث عنها ما نعرفه أنه لدينا بيانات ولدينا قصص متعلقة بحقوق الإنسان واختراقات لحقوق الإنسان وهذه القصص تأتينا من ضمط مجتمع المدني التي تعمل على هذه الملافات منذ مدة طويلة وأعتقد أنه من الهام أن نأخذ بعين الاعتبار بشكل إيجابي هذه البيانات وهذه المعلومات من أجل تحسين إجراءاتنا ما ينبغي أن لا ننسه وأن هناك كثير من الناس الذين لهم تجارب معيشة التي لا يمكن أن نتجه لها وهذه تجارب المعيشة ستساعدنا المحالة على الرد على القضايا التي تتواجهنا وعلى التحديات التي تتواجهنا في شتاء نهاي العام قد تعلمون أن لجنة القيادة تقدمت بورقة قبل أيام أعتقد قبل يومين وهي ما يسمى الانترنت التي نريد وورقة الانترنت التي نبتغي وهذا يطرح سؤالا علينا أن نقارلنا بين الانترنت الذي بين أيدينا اليوم والانترنت الذي نريد أن يكون في المستقبل وبالفعل نحتاج إلى الانفتاحية إلى اجتمالية انسيابية حرة مأمونية وموثوقية وينبغي أن نضيف إليها عنصر آخر ألا وهو احترام الحقوق عندنا تحدثت كثيرا على 2.6 مليار الناس غير موصولين بالانترنت وأنا أريد أن يصلوا بالانترنت حياتي كلها تطورت وتغيرت بفضل بريد إلكتروني واحد أو البريد إلكتروني واحد وهذا بفضل قوة الانترنت عندما نقول أنهم غيروا موصولين بالانترنت في الواقع 2.6 مليار من الناس معزولين عن الانترنت معزولون عن الانترنت بسبب عزلتهم على الانترنت فإننا لن نحتسبهم في إطار الموصولين هم 2.6 مليار من المعزولين أعتقد أن كلمة معزولين عن الانترنت أفضل مع عبارة غير موصولين بالانترنت وفي تحالف أو التحالف الحرية على الخطة هذا نداء أطلقناه منذ مدة وأخيرا عندما نتحدث عن الإجراءات العالمية فإن إجراءات العالمية لا تخص سكان المريخ تخص سكان الأرض وينبغي بطبع احترام الكرامة الإنسانية حقوق الإنسان مبادئ الإنسانية مجتمع المدني حقوق المرافعة واللجنة الفنية ينبغي أن تخذها دبعا لأعتبار وقطع الخاص بالفعل مواضح جدا على الأقل منذ مرحلة كوفيد حتى الآن أعتقد أنه بالنسبة للشركات من الواضح بالنسبة لجميعنا حقوق الإنسان هي مسألة إيجابية بالنسبة للأعمال عندما تكون هناك ثقة فيمكن الاستفادة من ذلك تجاريا أنا أتمنى أن تكون هناك أسئلة عدة وتعليقات عدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومسألة تعدد أصحاب الشأن وأن يدرجع ويدمجع الجميع ولا يترك أحد خلف الركبة شكرا بالفعل إنما قلته وجه جدا وأعود أن أخطر أولى إذن من هم الحاضرون معنا في القاعة لأن هذه مسألة متكررة ليس فقط في هذا المؤتمر وفي مؤتمرات عدة عندما نقول إننا نريد نظرة عالمية ولكن لحسنا بالضرورة على المقدرة لتحقيقها هناك سؤال هام جدا ما الذي سنقوله لتلك الحكومات التي ترجو منا أن ننجح من خلال هذا المنتدى ومسألة المشاركة ليست إكرامية بل هي ضرورة ضرورة بالنسبة لنا جميعا من أجل إحراس على التجارب وعلى المعارف التي تتمكننا من تحقيق النهوج والأفكار والمناظير التي نتطلع إليها فشكرا لك شكرا لك أن عندما تتحدثت عن قطع الإنترنت وما ينبغي أن نتفادى في مثل هذه الحلقات انتهت مدخلة أعضاء اللجنة وأتمنى أن تكون هناك أسئلة من طرف القاعة إن كانت عندكم أسئلة أرجو أن تقدموا أنفسكم أن تطرحوا أسئلتكم بسرعة ونحن نستمع لأكتر عدد من ممكن شكرا مرحبا مرحبا سمعونني اسمي كارين انتاكر أعمل في أكسس ناو وهي منظمة عالمية تسهر على حماية الحقوق الرقمية للمجتمعات المختلفة في كل أنحاء العالم وخاصة المجتمعات غير محاصنة نتمنى أن يتم بالطبع إصغاء إلى أصوات أولئك الذين لم يمتازوا بالمشاركة في هذا النقاش حتى الآن وهذا يدخل في إطار النقاش الخاص بتعددية أصحاب الشأن هل سنستطيع تحقيق ذلك هل سنستطيع أم لا أسأذن بيك أريد أن أبني على ما قلته وأتمنى عليك أن ترد إلى أي حد تعتقد أن اختيار العربية السعودية لسنة القادمة لاحتضان المنتدى سيكون متناغما وما نرجو تحقيقه من أهداف خاصة 20 سنة بعد الويسس لا أدري ما رأيك في هذا شكرا سنستمع لسلسلة من الأسئلة وبعد ذلك سنطلب الجواب من طرف أعضائي في اللجنة شكرا 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 جزيلا شكرا لكم على هذه المحادثة وخاصة فيما يتعلق حقوق السان والكلمة الإنسانية اسمي ميشين جو مابوكيا أنا عضوة في برلمان كينيا وأمثل لجنة خدمات البرلمان المعنية بالإعلام والاتصال العام سؤالي كيف سوف تردون على من يخشى أن الزكاة الاجتماعي سوف يسبب فقدان فرص عمل وأنها ليست من مسببات خلق فرص عمل جديدة فهذه من المخاطر التي يخشى منها الكثير من الدول السؤال الثاني هو فيما يتعلق بالتحرش على الإنترنت والعنف على الإنترنت هذه الظاهرة متزايدة في بلدي ويتعرض لها أنساء والساسة بشكل كبير مسألة التحرش على الإنترنت والتنمر على الإنترنت والسؤال الأخير متعلقة بحماية المعلومات الخاصة والشخصية كان هناك بعض الأشخاص في أمريكا الذين كانوا يجمعون معلومات شخصية عن المواطنين الكينيين طالما ليس هناك قانون دولي متعلق بالعالم الرقمي أي أحد يمكنه أن يقوم بمثل هكذا فعل جمع معلومات بدون أساس قانوني وسكان دول بعينها يتعرضون لهذا الخطر وبيت القصيد هو أن نعرف ما هو الذكاء الاصطناعي لأنه ينبغي أن نحدد ما هو الذكاء الاصطناعي حتى لا يعتبره البعض خطر حقيقي في المجتمعات العيفية ما من اتصال بالإنترنت نسبة الاتصال فعلا متدنية فعندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي يفكر الناس ما هو هذا الوحش ما هو هذا الكائن الخرافي هل هم أشخاص هنا سيأتون من أجل أن يهددوا حياتنا أو أمننا الداخلي هل هنا هؤلاء أشخاص متواجدين لكي يجمعوا معلوماتنا هذا أمر نريد أن نناقشه شكرا على هذا المنظور سأخذ سؤالا أخيرا قبل أن نعود إلى المتحدثين أنا إما جيبسن من اتحاد الحقوق الفرقمية العالمية أنا أريد أن أشكر أودري وأيلين على ذكر الفعالية الخاصة بنا أنا أريد أن أتحدث عن حقوق المرأة والنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان فكان من الجيد أن نستمع إلى نقاش بشأن هذا الموضوع وأنا أعتقد أن الاتفاق الرقمي العالمي يجب أن يكون مؤسسا على أساس حقوق الإنسان فأريد أن أسمع المزيد حول هذا الموضوع شكرا على هذه الأسئلة انتهبنا الأمر أن تلقينا خمس أسئلة هل يمكن أن أعطيك الكلمة؟ شكرا على طرح هذا السؤال أولا لا أعرف عدد الأشخاص الذين كانوا متواجدين في اجتماع أدس في العام الماضي للمنتدى وأنا قلت أنه كان من المحرج أن بلد قام بإغلاق الإنترنت كان يستضيف منتدى حوكمة الإنترنت إن كل الناس بما فيهم السعودية أو أي دولة تريد أن تستضيف المنتدى عليها أن تفهم ما هو المنتدى حوكمة الإنترنت يجب أن تفهم أن المنتدى يناقش مبادئ تتعلق بالإنترنت بما فيها حقوق الإنسان وأعتقد أنه بالإضافة إلى الحديث عن التزامات الدولة والمجتمع المدني ومناصرته إلى آخره فعلينا أيضا أن نطرح أسئلة تتعلق بكيفية تعاملكم مع أمور مختلفة وهذا يجب أن تسألوه على نفوذكم قبل أن تعرضوا إصدافة المنتدى شكرا ماذا عن أثر الدكاءة الاصطناعية في مجال العمل وماذا عن التنمر عبر الإنترنت بالنسبة للتنمر السبراني كان هناك تقرير قرأته قام بإنتاجه مركز الديمقراطية وكان عن أن النساء الملونات في الولايات المتحدة التي تعملنا في المجال السياسي يتعرضنا لكثير من التنمر عبر الإنترنت وأن البحث نظر في عدة عناصر وكان الهدف هو البحث في هذه المشكلة لكي يتم فهمها ولكي يتم فهم المناظر المختلفة ما الذي يحدث إلى آخره ولكن هذا أمر يتطلب من الناس أن يقوموا بفتح الأبواب أمام الباحثين لكي يطلعوا على بياناتهم أيضا من المهم أيضا بالنسبة للمستخدمين أن يتمكنوا من أن يسيطروا على مجريات الأمور عندما يتعلق الأمر بأبحاث ترتبط بحياتهم فهذا سؤال هام للغاية وهو مهم على وجه الخصوص بالنسبة للتمييز على أساس النوع الاجتماعي السؤال الثاني الذي أريد أن أجيب عنه في منتدى العام المقبل فبغض النظر عن موقع البلد المضيف فإن حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءا كبيرا من النقاش فببعض الأحيان أعتقد أننا في مؤتمر يتمحور حول حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وفي بعض الأحيان نتطرق إلى الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أليس كذلك؟ فنحن عقدنا اجتماعات منتدى حوكمة الإنترنت كل عام في أماكن كان هناك قولان بشأن سجل حقوق الإنسان الخاص بها هذا مثلا كان على وجه التحديد عندما عقد المنتدى في تركيا ففي عام 2014 كان هذا بعد أحداث حديقة جازي أيضا سنغافورة استضافت المنتدى وكان هناك الحوار حول مجتمع الميم وأنهم من أعضاء هذا المجتمع لم يسمح لهم بالمشاركة كانت هذه مشكلة حقيقية إذن فنحن علينا أن ننتهز الفرصة لكي نتحدث عن هذه التحديات مالوري هناك عدة أسئلة جيدة ذات طبقات مختلفة وأنا سأبدأ بنقطتين أعدتهما أكسس النقطة الأولى هي أننا تحدثنا عن أهمية اشراك المجتمع المدني في سياسات التقنية وحوكمة الإنترنت إن الخبرات الموجودة في المجتمع المدني قد وصلت إلى عنان السماء وحتى مقارنة بالحكومات فيما يتعلق بفهم كيفية عمل التكنولوجيا وعلاقة هذا بإطار القانون الإنساني أو حقوق الإنسان فإن المجتمع المدني يفهم الكثير علينا أن نقوم ببناء القدرات بالنسبة للمجتمع التكنولوجي والحكومات إن السعودية تقع على عاطق الماج المجموعة الاستشارية متعددة الأطراف ومجموعة القيادة والمنتدى أن يضمنوا أن هناك احتضان للجميع وإشراك للجميع عندما يعقد المنتدى في السعودية فإن الأمور قد تكون مختلفة أيضا بالنسبة لسؤال المتعلق بالنوع الاجتماعي فأسأضم صوتي لصوت الزميلة من كينيا هذا النقاش يتعلق بهذا التوتر ما بين تداعيات إقصاء بعض الناس بالنسبة لحقوق الإنسان وإقصائهم من التكنولوجيا والجانب الخاص بالتكنولوجيا والمشاركة في النقاش بشأنه وحوكمته وفي نفس الوقت هناك هذا التوتر ما بين هذا وما بين مخاطر الإشراك فمثلا هل هناك مخاطر من استخدام التكنولوجيا التي يمكن أن تؤثر عليهم مثلا يمكن أن تقوم الحكومة بمراقبتهم عبر الإنترنت مثلا يمكن أن تكون هناك رقابة وسيطرة على المعلومات التي يطلعون عليها فهذا أمر في الفعالية دي ماينس وون هذه الفعالية فعلا أثرت علي وتركت لي انطبعا قويا لأن النساء هنا الأكثر انعزالا عن الإنترنت وهناك مخاطر تنطوي عليها الإنترنت بالنسبة للمرأة والفتاة فهناك إذن عنصر النوع الاجتماعي فلذلك علينا أن نقوم بتغسلية الضوء على النقاش حول النوع الاجتماعي فإذا فهمنا هذا التوتر ما بين هذين الجانبين فإننا سنقوم بإيجاز حل لمشكلات أنا وعليكتماعي بالنسبة للجزء المتعلق بالعمالة وبنزوح العمال إن هذا الأمر سيؤثر علينا في كل المجتمعات بصورة أو بأخرى في المجتمعات التي تغلغل فيها الذكاء الاصطناعي أو في المجتمعات التي لا زالت لما تعتنقه ولكن على كل المجتمعات أن تكون على دراية بذلك أنه ستنتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي قضايا تتعلق بالعمالة والعمال فشكرا على هذا السؤال شكرا أيلين مقالته مالوري بشأن مؤتمر عن حقوق الإنسان ندمج فيه الإنترنت في بعض الأحيان نحن نحاول أن نحل المشكلات بمعزلين عن بعضها البعض ولكن طبعا فإن هذه المشاكل كلها مترابطة بيتر أعتقد أن هناك فرصة سانحة لكي نجد حلول تكنولوجية لمشاكل النوع الاجتماعي وإن الأمر ليس بهذه الصعوبة فمثلا إذا كان هناك خطاب كراهية يستهدف المرأة والفتاة فأعتقد أنه لن يكون من الصعب أن نجد حلا تكنولوجيا لكي نحدد أو نتعرف على التنمر السبراني أما بالنسبة للأثاري على العمالة فأنا متفق معكم تماما فما هو أثر استخدام الذكاء الاصطناعية على السوق العمل فإن هذا قد لا يكون متصدرا المشهد في الوقت الحالي في بعض المجتمعات ولكن قد يحدث هذا وقد يحدث أيضا أن تتجه المؤشرات في اتجاه معاكس نحن رأينا على مدار عدة سنوات حيث كان لدينا نمو اقتصادي وكانت مع هذه الظاهرة الجديدة فمن وجهة نظر اقتصادية أعتقد أن علينا أن نحدد هذا النقاش الشيء ونتعرف على ما هي الأمور التي نريد أن نحققها شكرا فريدريك شكرا سأتوحى الإجاز أنا أتفق مع كل ما قلتموه وهذا أمر قلته مرارا وتكرارا لقد أثار انتباهي التعليق بشأن التنمر السبراني وأيضا الجانب الخاص بالنوع الاجتماعي هذه مشكلة تتعلق بالتأثير وبالتفسير هذه المحافل مثل المنتدى رائعة لأنها تمكننا من أن نجتمع هنا نحن أصلاح أصحاب المصلحة ونتناقش أنا كمحامي في مجال حقوق الإنسان فأنا إذن وجدت نفسي في خضم شركة تكنولوجيا تحتاج أن تأخذ تدابير مختلفة بعضها فنية أو تقنية ولكن بعضها ينتمي إلى مجالات أخرى وإن حقوق الإنسان هي نقطة البداية هي مربط الفرس بالنسبة لشيء مثل التنمر السبراني فعلينا أن نبدأ من المبادئ ومن السياسات من الهدف المشترك والرؤية التي نريد أن نحققها فمثلا شركة مثل متا فيجب أن يكون لديها سياسة قوية لمنع التحرش والتنمر هذا أمر نحتاج إلى تكراره دائما وأن يتطور هذا في إطار الثقافات واللغات المختلفة أيضا يجب أن تكون هناك سياسات بالنسبة للنساء التي يتصدرنا المشهد في مجالات مختلفة فإنهن يعانينا من نوع من الهشاشة ويتعرضنا للتنمر والتحرش ويجب أن تكون هناك سياسات لحمايتهن هناك قضايا معقدة أخرى مثل اللغة عندما نتحدث عن المحتوى الأمر دائما يرتبط باللغة وإن التنمر والتحرش في مجال يتطور طوال الوقت يعني أنا نحتاج إلى تطوير السياسات طوال الوقت أيضا فأنا أتطلع إلى المنتدى المقبل وإلى الخطوة التالية من هذا النقاش الرائع الذي يمكننا من أن نجد سبلا لإيجاد حلول جماعية في هذه السياقات شكرا فريدريك أمامنا بعض الوقت لبعض الأسئلة هناك نقطة لم نتعامل معها أثارتها البرلمانية من كينيا هذا يتعلق بحماية خصوصية البيانات كنت في نقاش قبل أن آتي إلى هنا والنقاش قال أنه علينا أن ننظر في التحدي الذي يمثله الذكاء الصناعي من ناحية البيانات فكما تعرفون فإن إحدى العناصر الرئيسية هنا هي الشفافية وهذه نقطة هامة من معادلة الذكاء الصناعي كما قال فريدريك أود أن أتابع سؤالا قد أثير لأن الإجابة لم تكن كافية فنحن كنا نتحدث عن استضافة المنتدى أو منتديات أخرى في سياقات معينة والإجابات التي استمعت إليها كانت تتعلق بإدراجية حقوق الإنسان على جدول الأعمال ولكن الأشخاص الذين يمرون باختبارات قوية في مجال حقوق الإنسان لا تتاح لهم فرصة المشاركة فإنهم إذن يهمشون هناك أيضا من يهمش أو يقصى بسبب قضايا التأشيرة تأشيرة الدخول فأعتقد أن هذه مشكلة تتكرر كثيرا في مختلف دورات منتدى حوكمة الإنترنت فهناك مجموعة من الناس التي تتمتع بحرية الحركة في مقابل مجموعة مقيدة حريتها فنحن في الماضي كنا نكافح الاستعمار والآن نريد أن نحرر الناس من نوع جديد من الاستعمار فمثلا القرى الأفريقية لقد منع الناس فيها من التحرك في إطار قراتهم بينما نحن لدينا آليات مثلا في الاتحاد الأوروبي تمكن الناس من السفر بحرية تمكنهم من حرية الحركة فأريد أن أعرف ما هي التدابير التي تتخذ من أجل التعامل مع هذا الموضوع بدلا من أن نتحدث ونتكلم عنه في مختلف المؤتمرات بدون نتيجة مرحبا أنا من البرازيل اسمي رينالدو أمثل الشباب من البرازيل كل ما قيل من قبل كان جيدا نحن نعطي لكم منظور الشباب ومنظور الجنوب وفي المنتديات السابقة لم يكن هناك تمثيلا كافيا لمجتمع الكوير هناك بعض الأشخاص مغيري الهوية الجنسية وهؤلاء الأشخاص لا يمثلون وجهة نظرنا فإنهم لا يواجهون العنف ضد مجتمعنا على الإنترنت وأيضا في الحياة فعلينا أن نواجه مثل هذه النقاشات ومن المهم أن نعبر عن أنفسنا في مثل هذه المنتديات فأنا أردت أن أتقدم بهذا التعليق لكي أساهم بهذا المنظور ففي المرة المقبلة أرجو أن يكون هناك المزيد من العمل بشأن مجتمع الكوير ما من أسئلة أخرى ولكني قلت أني سأعطي الفرصة للمتحدثين للرد على هذه الأسئلة فأنا سأحاول أن أعطيكم المجال للحديث ولكن بالترتيب المعاكس من المهم أن نفهم أن النقاش ليس عن إدراج حقوق الإنسان في النقاش في السعودية نحن لسنا هنا لكي نقوم بذلك كمتحدثين نحن هنا لكي نتحدث عن احترام الحقوق وأعتقد أن هذا أمر مهم بالنسبة لنا لأنه عندما نتحدث عن الحواجز فهذه حواجز نعيشها في الحياة الواقعية فهلك أشخاص لديهم خبرات ويتأثرون بأشياء مختلفة ونحن نريد أن نعطيهم الفرصة متى استطعنا من ذلك لدى من المهم أن نفهم هذه الأمور الأمر هنا لا يتعلق بالمنتدى المقبل إنه يتعلق باستمرارية المنتدى في بعض الأحيان علينا أن نشير إلى دول تتحدث عن أي شيء تعبر عنه بالقول وليس بالفعل فهذا النقاش مستمر وأنا سعيد أن أعرف أن هناك مسارات ومجموعات وأعتقد أنه طالما أننا نركز على أن الشباب والأقليات لا تمثل بصورة جيدة فيمكننا أن نركز على تصحيح هذا الوضع هذه مسألة يجب أن نليها عنايتنا وأنا ممتن أننا قمنا هذا النقاش اليوم ويحدوني الأمل أن هذا النقاش وهذه المحادثات ستستمر في أروقة المؤتمر وبعد انتهائه فإن الدول عليها مسئولية تقع عليها مسئولية كذلك القطاع الخاص فنحن علينا إذن وأيضا المجتمع المدني والمجتمع التقني شكراً كنت أود لو كنت قد أعطتك الكلمة أخيراً لأنها هذه كانت كلمات ختمية رائعة هذه المرة الأولى التي أحضر فيها المنتدى والمرة الأولى التي أمثل فيها متى في هذا المنتدى فأريد أن أقول واعذروني أن انتقدتكم بعض الشيء أنا سعيد بوجودي هنا والشركة سعيدة بتواجدي هنا وأنا سعيد بأن حقوق الإنسان كانت جزءاً يتجزأ من كل النقاشات التي شاركت فيها وهذا كان بصورة إما ضمنية أو صراحة ومن جانبنا نحن سعيدة بوجود حقوق الإنسان على جدور الأعمال في نفس الوقت أنا حضرت عدداً كبيراً من المؤتمرات من جانب المجتمع المدني وفي سياقات أخرى وهناك الكثير الذي يمكن أن نفعله لكي نضمن أن القضايا التي نتعامل معها تتلقى التركيز الكافي فلازل أمامنا الكثير ولكني سعيد بكوني جزء من هذه العملية وأريد أن أختتم حديثي بأننا نتلقى الكثير من النقد وأنا سعيد أنني تمكنت من قضاء الوقت في مناقشتي بعد هذه الأمور ولماذا قررت شركة متا أن ترسل بوفد كبير هنا ووفد رفيع المستوى وهذا لأننا ملتزمون بهذا النقاش ومستعدون لدعم هذا العمل في المستقبل شكراً فريدريك ماريالسا هل من تعليقات عبر الإنترنت؟ أريد أن أتقدم بتعليق بشأني التعليقات السابقة فإن أمور مثل العنف عبر الإنترنت هذه مسألة أصبحت ذات أهمية بالنسبة للصحفيين الذين يعملون في الصفوف الأولى للمعلمين للعلماء وخاصة النساء في هذه المهن فإذا هذا تصاعد في الهجوم على حرية التعبير والحصول على المعلومات فهذه هي مسألة تبعد العلماء والمتخصصين والمهنيين بعيداً عن الفضاء السبراني إن 73% من الصحفيات تتعرضن للتحرش عبر الإنترنت ومنهم من يتعرض لهجمات في الحياة نعرف أن الوظائف تتغير بفعلي الذكاء الاصطناعي ونحن لا نعرف ما هي الأثار التي ستكون لهذا على التوظيف لكن ما نراه هو أمر يقلقني وهو أن التكنولوجيا تنزع بعض الحماية التي طالما تمتع بها العمال وطالما كافحوا لكي يحصلوا عليها هناك أشخاص يعملون في مهن مثل سائقي الأوبر وهؤلاء الأشخاص لا يتمتعون بأي حماية وهذا له تداعيات خطيرة على صحتهم وعلى صحتهم العقلية أيضاً فأنا أعتقد أن هناك بعض المجموعات الضرورية لهذا النقاش حول حقوق الإنسان والتكنولوجيا التي لا تشارك هنا في هذا المنتدى فنحن نفتقر إلى مشاركة هذه المعلومات مثلاً السلطات الخاصة بحماية البيانات ممثلين عن مفوضي حقوق الإنسان فهؤلاء يجب أن يشاركوا في كل الاجتماعات الخاصة بالمنتدى فمن المهم أن يكون هناك أيضاً تمثيل أفضل لوسائل الإعلام أيضاً صناع السياسات الذين يقودون التحول الرقمي يمكنهم أن يساعدون في هذه الجوانب المتعلقة بالسياسات والتطوير الخاص بهذا المجال فأنا ستوقف عند هذا الحد شكراً جزيلاً ماريالسا على هذه الدعوة من أجل إشراك المزيد من المعلومات شكراً الآن سأنتقل إلى مالوري أن كلمة الختامية أيضاً تتحدث عن مسائل لم نتطرق إليها ومنها الخصوصية برأيي أن هذا مهم ولا يمكن أن نبالغ عندما نقول بأن هذه المسألة معقدة الخصوصية نتحدث عنها منذ عشر سنوات أو ربما أكثر 2013 بدأنا بذلك كنا نتحدث حتى عنها قبل ذلك بما لا شك فيه بأن هذه الحوارات كانت مهمة ونحن تمدنا عدد تبير تقنية بما في ذلك التشفير حتى نتأكد من خصوصية الاتصالات ولكننا لم نتوصل إلى عملية كاملة للخصوصية نحن نرى بأن نمازج الأعمال يمكن أن يستهدفع أي شخص أو أي جهة تريد أن تخترق فضاءنا نحن علينا أن ننتبه لكي نعرف كيف أن المستخدم النهائي يتأثر بكل ذلك وهي مجال مهم للمشاركة نحن لدينا مسائل إضافية نتحدث عنها ولها أبعاد كثيرة وتغطي عدة أماكن وأود أن أختتم قائلة بأن هناك مسألة أيضاً لم تقدق كان يكون تحدث عن البعض ولكن لدينا آليات مختلفة نحن بحاجة إليها ولكننا لا نستبدل أي شيء بل نزيد عناصر جديدة إلى هذا الفضاء الافتراضي هذا ليس بسلبي ولكن يجب أن نفكر ما الذي نحاول أن نحاققه نحن نزيد من تعقد الأمور ولذلك فإنني أطلب من الجميع أن نفكر بالفرص وأيضاً بالتهديدات الفرص كما قال زميلة من البرازيل هو أنه سنعرض مسائل مهمة ومثير الاهتمام بالنسبة للأشجال الصاعدة بشكل أيضاً يسمح لنا بمعالجة مسائل كانت تتوهجهنا في الماضي ولكن يجب أن لا نجمع مسائل اجتماعية ونجعلها من اختصاص المجتمع التقاني دعونا نفكر كيف نستفيد من تجربتنا التقانية حتى نتمكن من التشديد على المسائل التي لا تزال تعتبر بأنها أولوية شكراً مالوري النوتي الكريمة لبيتر برأي أنه من الجيد أن زملائي طرحوا هذه الأسئلة وأنا سأخصص كلمتي النهائية لكي أعيد ما فهمته من مداخلاتهم أي أنه إذا تحدثنا عن قضايا التأشيرات يجب أن يكون ذلك منفاصلاً عن قضايا الهجرة إذا كان لدينا أسئلة يجب أن ننظر إليها بشكل نظامي يجب أن ننظر إلى المؤسسات إلى الهياكل التي هي خاطئة ويجب أن نصححها أنا سمعت نداء كبيراً لكي نستمر بانتقاد أنفسنا لكي نعرف ما إذا كان هناك أمور أخرى عن قصد أو غير قصد لا نحترمها في ممارستنا لأعمالنا هل هناك نقاط مجهولة نتغاضاها؟ أعتقد بأن المناقشات القانونية بشأن الزكاء الاصطناعي تميل إلى الحديث وعدم وترك كل شيء حبر على ورق هناك خطوة كبيرة نحتاج إلى خطوها إذا ما أردنا أن نتوصل إلى توصيات أو مبادئة توشيهية شكراً أرى بأن بنجل يبتسم موافقة على ما قلته أنت تريد إذن نضر إلى الناحية التطبيقية نرى بأن هناك طلب كلمة من كاميرا شكراً على أعطائي الكلمة قبل كل شيء أود أن أجيب على أحد الأسئلة أحدهما عن النوع الجنسي والأخرى عن التمثيل هذا يترافق مع ما قاله بيتر حول هذه المسائل وكيف أن الأفريقا في المجتمعات التقنية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان ولكن أين المساواة الجنسانية في المنظمات يجب إعادة تحديد أهداف حقوق الإنسان كيف نعرفها خارج مسائل المراقبة والتفتيش وغيرها من المسائل أعتقد بأنه من المهم أن نتحدث عن ذلك من ناحية المناصات حتى نعرف ما هو المطلوب أما السؤال الخاص بذكاء الاستناعي وخسارة مواطن العمل فإنه يجب تقديم المعلومات الواضحة بهذا المجال والصحيحة برأيي أنه بالنسبة لويكوبيديا تعتبر مصدرا مهما للاستقاء المعلومات للعديد من الناس ولكن أنا أتساءل إذا كان هناك إمكانيات لتطبيقها مثلا لترجمة المقالات في العديد من اللغات لدينا أكثر من 300 لغة على المنصة وأيضا يمكن أن تساعد الجميع على أن يكتبوا ما يريدونه بغلط النظر عن لغاتهم وأن يضعوا معرفتهم في متناول الآخرين على الرغم من ما حدث من سعزعة للوضع في الأوانات الأخيرة إن أعضاء فريق الويكوبيديا هم أيضا موجودين سيسعدهم أن يتناقشوا معكم في هذا الموضوع عندما تحدثنا عن الكرامة أود أن أشير إلى أن الحكومات لديهم مسؤولية في حماية المواطنين ماذا يعني ذلك؟ ذلك يعني بأنه حتى الأنظمة الظالمة لديها مسؤولية بهذا المجال نحن لدينا خط أساسا وليكن نتمكن من الصعود منه عن طريق وضع التشريعات والقوانين الخاصة بالذكاء الإصلاعي والإنترنت يجب أن نبني على هذه الأفكار التي نتشاطرها جميعا خاصة عندما تتنافر فإنه يمكن أن نستند إليها لأن هذا ما اتفقنا عليه في الماضي إذن يمكن أن نعمل على هذا الخط الأساس ولنتذكر بأننا بشر سواء في العالم الافتراضي أو في الحياة الحقيقية والكل له حق بمعرفة مفتوحة المصدر وكذلك متاحا للجميع شكرا مالوري المسألة الأخيرة التي تتركتم إليها مثيرا للاهتمام أنتم قلتم كل شيء نحتاج إليه إلى قوله بشأن الشمولية في العالم هناك مسألة في هذا المجال أنا لست على واعي كيف أن القرار قد اتخذ هناك خيارات قد اتخذناها في أثيوبيا وكذلك في تركيا وغيرهما لا أعرف كيف تم اتخاذ هذه القرارات ولكن عندما نفكر في المرحلة التالية لمنتدى حوكمة الإنترنت يجب أن تتخذ القرارات بوجود أشخاص آخرين على طاولة المفاوضات أنا سمعت من الزملاء ومنهم بيتر وأيضا الفتاة من يونسكو التي تحدثت أخيرا عبر الإنترنت تحدثت عن السلطات التنظيمية وبيتر أنت في البداية قلت بأنه لا نستطيع أن ننسى مجتمع التكنولوجي في هذه العملية كلها أنت تحدثت أيضا عن التكنولوجيات المؤثرة فيما يتعلق بتيسير أو تجيع العنف ضد المرأة وانتهاك حقوق الإنسان بل أنت تحدثت عن أن التكنولوجيا يجب أن تطبق وأن تكون الحل طبعا لن نتمكن من القيام بذلك بشكل مثالي ولكن علينا أن نجد الحلول لذلك والأدوات لذلك بيتر وأمالوري تحدثت عن ضرورة أن يكون هناك ترجمة فيما بين مجتمع المعايير وكذلك مجتمع التكنولوجي نعتقد بأن هذا المجال مثير للاهتمام هناك الكثير من الإمكانيات للنمو في هذا المجال نحن نتحدث عن هذا الموضوع منذ عين تأتي سنواته بشكل مبهم والآن يتساءل الناس كيف سيكون الوضع بالتطبيق إذا ما تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي وعن تكنولوجيا أيضا دي بي آي البنية التحتية الرقمية سمعنا الكثير يتحدثون عنها اليوم هناك مجالات أشرتم إليها والتي تتطلب شمولية وتكنولوجيا وتضمين التكنولوجيا في الأهداف التلنيع المستدامة وعن تدريد إدراجها في تصميم هذه التكنولوجيا فأنت تحدثت عن حقوق الإنسان وضرورة إدراجها في التصميم شكرا أعتقد بأن الحوار كان مثريا أمل بأنه سيترك معنا أفكار مهمة ولكن أيضا تصميم على أن نجد التدابير لوضعها موضع التنفيذ ونأمل بأنه سيقودنا نحو تثبيت أهمية حقوق الإنسان في كافة الحوارات التي تدور في منتدى حكمة الإنترنت هذا والمقبل وغيرها من المتدائيات أعتذرنا الذين لم نتمكن من أعطائهم الكلمة ونتطلع إلى متابعة هذا النقاش في شلسات المنتدى الأخرى وشكرا شكرا